شهد وزير البترول طارق الملة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة توقيع اتفاق منحة دراسة جدوى بين شركة الإسكندرية للبترول والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية في مجال الحفاظ على البيئة بمصفات تكرير الشركة بمنطقة المكسب محافظة الإسكندرية تستهدف الاتفاقية توفير تمويل من الوكالة الأمريكية لحزمة من الدراسات لتحديد وتناول أولويات احتياجات المصفاه للسلامة ودعم إمكانات التدابير الاحترازية واستشعار المخاطر